فاكر كتب الثمانينات والتسعينات فاكر اللي كان بتنتشر على الصفة فاكر هي كلها عن عذاب القبر كان فيها كتاب كان بيكلم على محبة الله كان كتاب فيه كان بيكلم على إتقان العمل في الإسلام على حب الأوطان في الإسلام انت كمال القيم الإسلامية الفاضلة اللي كان في الدين أيوه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما راح له الناس الذين جاءوا صف الله العظيم اللي هم قالوا له احنا عاوزين نخرج معاك فما كان قال لا تجدوا ما ينفقون فالظاف فولوا عيانهم تفيدوا من الدمع قال لا يجدوا ما ينفقون قال لك دول أصحاب الأعذار يعني الخروج للحرب مع النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يتيسر فالنبي عليه الصلاة والسلام تخفف في الحكم على هؤلاء وعذرهم لما تيجي حضرك رجل دين في مجتمع في السوشيال ميديا والآيباد ومصادر المعنمات الرهيبة واختلاف الأراء الرهيبة وبعدين تروح مصدر هذا الخطاب التخويفي بالضرورة يعمل ارتداد في النحية الأخرى وتطلع صفحات الإرحاد ويقولك مرة يقولك واحد لا ديني واحد مش عارف الفرق بين الملحد ولا ديني ولا عارف اللي هي السلوكيات اللي هي نتجة كردود أفعال من الفهم غير السليم للدين في فكرة عمرة مهمة بس عايز أقولها لك احنا كمان الأسرة بدأت تربي أطفالها على تربية دينية نفعية يعني ايه؟ يعني ادي الفقير عشرة جنيه علشان تاخد عشر أمثالها فأصبحت حضرتك تروح البعض طبعا يساعد المحتاج مش لأنه مأمور دينيا لأنها فضيلة ولأنه نوع من التكافل الاجتماعي لا ده لأنه هو منتظر العشر أمثال اللي هتيجي الحسابات الحسابات يعني أنت ده الدين الكالكوليتور حضرتك أصبحت ماشي تضحك لفلان علشان تاخد أجر مش بتضحك لفلان لأن ده سلوك إنساني أمارتك به العقيدة السمح أنا آسف للمقاطع والله أنا مش قصدي برضو شيء تلاقي ناس يقول لك إيه في رمضان يقول لك إيه يقول لك أنا بختب من القرآن أربع خمس مرات عظيم 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 ولكن في المقابل نزلت ساعت كام محتاج ما فيه نزلت بسيط على كام واحد محتاج مساعدة من جرانك لا صحيح أو من قريبك ده صحيح صحيح ده صحيح أتقنت شغلك ولا لا ده تلاقي في رمضان عمالي عد بس هو عمالي عدد هو عيه الثقافة دي ثقافة العد حتى في المتعامل مع ربنا دي جات لنجنين دي جات من برضو الطيرات إياها انت فاكر فيه شيخ كان مشهور قوي عندهم وكان في جامع هنا في الزتون هو أول واحد أدخل ثقافة العد قال لك أنت عملت كام حسنا النهاردة وبعملية حسابية وصل أنك أنت من في الخمس صلوات مع كام نافلة مع كام صدقة أنت وصلت للعشر تلاف والعشرين ألف حال طب ممكن ربنا مقبلش مني هو فكرة أنك أنت تعامل الله علشان تاخد مرضود دي ثقافة نفعية مش موجودة في أي دين يعني مش موجودة لأن حتى عندك الديانات غير السماوية البوزية الكونفوشوسية يعني حتى الديانات اللي هي القديمة هي المعيار فيها هو ضبط الخلق الإنساني للسمو بالقيم مش علشان الحسنة بعشر أمثالها يعني أنا دلوقتي معناها كده أن أنا أخرج بالبيت معين 200 جنيه أديهم علشان أنتظر الألفين جنيه بقى والألفين حسنة والألفين حسنة في المتين إضرب دي في عشر ولو صار الدولار عالي ولو صار الدولار ما هو أنت بقى أهالي الحسنة هتاخدها بالدولار ولا هتاخدها يعني دي الفكرة تفكير الحقيقة محتاج مراجعة يعني ربيت الأطفال كمان على تفكير الديني النفعي صلي علشان تنجح مش صلي عشان هذا أمر إلهي يعني طاعة لله وذاكر عشان تنجح لكن أنت بتربط الفعل الديني أو التقص الديني بالنجاح فتلاقيه بيصلي قبل الامتحان دي التربية اللي إحنا ربناها لأطفالنا ومننا تربى عليها ما يجيل بيسلم ومننا تربى عليها نكسر الدائرة دي إزاي بقى؟ أرجوك في الدين اللي جايين أتصور أن إحنا محتاجين في مثل هذه الأمور اللي خاصة بقضايا الوعي أن إحنا نععد ونحلل زي ما بنعمل حسابات كده للصداقات وهاخد كام وإيه بعشر أمثاله أعتقد أن إحنا محتاجين كالكوليتر المجتمع بيعيد أنا مقتنع عمر المجتمع بيعيد ترتيب نفسه من آن لآخر بيرستر نفسه أو بيخسل نفسه أنا معتقد زي ما كنا بنتعامل بالآلة الحسبة مع طقوس الدين أنا أتصور أن إحنا محتاجين نعيد نعمل زيرو على الآلة الحسبة ونعيد الحسابات سلوكيتنا الاجتماعية وأغراضها أغراض السلوك الاجتماعي أكيد تبسمك في وجه أخيك صدق صحيح طب كام واحد فينا بينزل يعد كده تبسم في وجه كام واحد ما يعرفه وكسر عليه بالعربية بدل ما يشتمه أنت في رمضان أنت بتعود تعمل أكل في رمضان فقط يعني طبعا مأمور أنك أنت أو يعني فضيلة أنك أنت يعني تأكل طبعا تعمل طعام طبعا لكن هو مأمور أنت مأمور بيها طول السنة مظبوط لكن هو قال لك ليه بيعملها في رمضان لأن في رمضان الأعمال بترفع سريعا والأعمال بيجاز عليها أكتر من العادي فهو بيجي في رمضان طبعا علشان الوجبة اللي بيقدمها يجيله أجرها طب ما تيجي الأربع اللي جاي إن شاء الله إذا كان ليا عمر نعود ونتكلم على فكرة تجديد الخطاب الدين ياريت لا فتح الباب قدامنا إحنا نتكلم على فكرة لا إحنا محتاجين نعيد حساباتنا في أبجديات تعملنا في الدين وقرائتنا البعض هو يعني ياريت والله عامل تعالى خلاص اتفاقنا إن شاء الله تجديد الخطاب الدين أصلا تجديد يعني أكيد طبعا الدين أصلا مجدد يعني رحمة للعالمين دين أصلا